موسيقى حدث غزة والموصل اليوم بالكاريكاتور والمقالات في الصحف العربية المحلية والأجنبية بداية هذا القسم مع كاريكاتور لأمجد رسيم بشر الأوسط يلي رسم من دون تعليق قاد عجوز داخل زنزانة متك على سيف العدالة وميزانها مرميا فوق أرض الزنزانة إذن هذا هو كاريكاتور لأمجد رسيم بجريدة الشر الأوسط أما حسن بلايبل بجريدة الديلي ستار فرسم وزير خارجية الولايات المتحدة جون كاري يتمنى الحظ الجيد لحمامة السلام الخائفة التي وقفت مظهورة قبالة صواريخ حرب غزة جريدة الحياة في رئيسيتها ومع اكتراب عيد الفطر ودخول الحرب الدائرة في قطاع غزة يومها 16 سأل المرة الأولى عن تحقيق تقدم نحو وقف للنار عكسته تصريحات وزير الخارجية الأمريكية جون كاري وجولته المكوكية بين إسرائيل ورمالة والقاهرة وتأكيد مصادر فلسطينية في القاهرة أن اتفاق التهدئة قيد الصياعة حديث التهدئة جاء على وقع يوم دام آخر نفذت خلاله إسرائيل مجازر بمنطقة خزاعة والشجاعية أدت لاستشهاد 51 فلسطينيا لترتفع بذلك حصيلة الشهداء منذ بدء الحرب إلى 682 على الأقل أكثر من 80% منهم من المدنيين إضافة لنزوح 20 ألفا من منازلهم بحسب جريدة الشرق الأوسط أكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس رفضه وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة قبل رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ سنوات وقال مشعل نطالب برفع الحصار أولا قبل أي اتفاق تهدئة ونرفض اليوم وسنرفض في المستقبل أي مقترح لوقف إطلاق النار قبل مفاوضات حول مطالب حماس وضمنها رفع الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة أما عبدالوهاب بدرخان فكتب في الحياة كيفما جاءت الهدنة الجديدة لابد من سؤال صانعيها هل وضعوا الأسس لعدم تكرار المقتلى وكيف سيحصلون على غزة مسالمة إذا بقيت محاصرة ومخنوقة وكيف سيحبطون الاستغلال الإيراني لحماس دون أي أفق للحل التفاوضي الأهم هل هم قادرون ولا سيما الأمريكيين على لجم تطرف إسرائيل التي أفسدت التفاوض وترفض المصالحة الفلسطينية وتشترط حماية أمنها ولا تحترم أمن الآخرين ولا تقيم اعتبارا للسلطة الفلسطينية ولا لحماس هدى الحسيني في الشرق الأوسط تحت عنوان الجناح العسكري لحماس أخذ قرار الحرب كتبت ستظل هناك حروب مدام هناك رجال سيظل أطفال غزة يمتون مدام هناك إسرائيل وحماس وعز الدين القسم والجهاد الإسلامي قال اسماعيل هنية ليس هناك ما نخسره أشلاء وجثث الأطفال وليس هناك ما نخسره نساء يرفعن العلم الأبيض وليس هناك ما نخسره بيوت تدمر علما فيها وليس هناك ما نخسره والوضع الإنساني كارثي وليس هناك ما نخسره وبكل مقابلاته يكرر مارك رجاب الناتق الألمي باسم نتنياه عبارة دعني أكن واضحا ولا يوضح تلعثمه إذا قتل الأطفال موسى أبو مرزوق في حديثه للشرق الأوسط ينفي أن تكون حماس بحالة تحدي مع مصر يقول فلتدع مصر خالد مشعل للإقامة أو فلتدعو مصر خالد مشعل للإقامة في القاهرة وهو لن يتردد أما جريدة الجارديين فنشرت تقرير أخيرا للكاتب وليام درامبل عن المخاطر المهدقة بمسيحي الشرق تحت عنوان الدولة الإسلامية المسمار الأخير في نعش المسيحيين والعلمانيين والقوميين العرب وأشار الكاتب إلى أن أزمة نزوح المسيحيين من الشرق الأوسط لن تنعكس فقط على التركيبة الديمغرافية للمنطقة بل ستؤثر أيضا على ثقافة المنطقة حيث إن المسيحيين هم من يكسبون المنطقة الصفة العربية إضافة إلى الإسلامية بهذه الجولة نكون وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من كلام بيروت شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء غدا بإذن الله اشتركوا في القناة